الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب الناس اللي عندهم سحر أو عندهم تأسيرات أو عندهم مشاكل ديلمس أو عندهم نحس نحس اللي تيجيهم بسبب السحر المقابر أو السحر الصور أو السحر اللي تديروه على طريق البخور السحر التحقير أو السحر الخيوبة إذن اليوم معنا واحد الوصفة اللي غادي نديروها ونحيدو جميع التوابع إذن هاد الوصفة قديمة كانوا النساء ديت زمن تديروها وكانوا الناس تعتمدوا على الوصفات القدام لأن الوصفات القدام كانت فيهم خير وبركة كانت غير بالنية وتيقلوا الغراض إذن البنت اللي عندها تأثير تأثير عن الزواج أو تأثير على العمل أو تأثير دائما أي باب دقاته تدلقى مشاكل في فتح الأبواب الزوج اللي تكون عاطل على العمل أو ما تكونت عنده القبول أو تكون غير مقبول كان الزوج اللي تكون عامل ولكن تكون غير مقبول في العمل إذن تكون بعض الخطرات بعض الأحيان تكون تكون السحر المخطى اللي تتخطى الإنسان قدام العتبة والزوج تتمس تقول عنده عدم التوفيق في الحياة تكون اللي عنده نحس إذن الوصفة دينا دي اليوم يمكن فهمتها هي طاقة إيجابية لطرد النحس النحس اللي تيجينا على شي حاجة ما عارفينهاش درت بالاسم دينا أو من غير الاسم دينا نقدر وتخطينا واحد السحر ولكن هذا السحر مشي بالاسم ديالي مشيت عند شخص معين ولكن هذا الشخص المعين عنده سحر عنده سحر أمام العتبة طرش ليه ولكن أنا تخطيته هذا تيكون ليا نحس إذن بغيت نطرد هذا النحس اللي جاني على طريق طاقة طاقة دخلت الجسد ديالي وعطتني طاقة ديال التعسير النحس هو التعسير التعسير في كل شي إذن غادي ناخد العدس يريد العدس تاخدوه من عند شخص غير تاخدو العدس من عند شي واحد مع مرك اللي تي عنده هذه الوصفة القديمة أما إذا بغيت يتبسطي الأمور هتحاولي أنك تاخدي العدس من عند حانوت قبلي دكان يكون قبلي تاخدي جوج دراهم كافية لأنك ستبخري بها ثلاث أيام متتابعة إذن العدس تقدري تبخري في أي وقت ولكن من الأحسن البخور اللي تيكون هو ما بين الظهر والعصر إذن العدس كان الناس اللي تياخدوه من الشخص ما عمرونك لو من عنده تيطلبوه من عنده العدس إذا كان عندهم في المنزل تعطيوه من هذك العدس دي المنزل عدنا المائة المائة اللي معروفة حطيناها في القناة بالزرف ولكن رائعة في طرد النحس وطرد الناس اللي عندهم عندهم مشاكل مع المس عندهم سحر التمرين عندهم السحر اللي تيسبب لهم ألم في الجسد دائما تيكونوا محتارين واش سحر ولا عين ولا حسن إذن البخور غادي في المنام غادي تشوفي بزاف الحلم أو تشوفي أعراض عندك تصبسي بها إذن الناس اللي باغين يديروا هاد الوصفة غايديروها في أي وقت أسبوع كامل حتى يوم الأربعة آآ الناس اللي باغين يديروا هاد الوصفة آآ الناس اللي في المغرب وعندهم الفاصوخ يضيفوا الفاصوخ مع المائة مع العدس إذن الناس اللي في أوروبا يقدروا يخدموا بالعدس والفاصوخ الناس اللي في أوروبا على الأقل اللي في المغرب تيديوا الفاصوخ معهم إذن الفاصوخ مع العدس مع المائة إذن الناس اللي ما عندهم الفاصوخ يديروا غير المائة السائلة المائة السائلة أو المائة الناشفة بزاف الناس اللي تيسولوا على الاسم دياله الأصلي اسمتها المائة السائلة معروفة في الشرق وفي الغرب الناس دي العراق تيخدموا بها بزاف الناس دي السعودية تيخدموا بها بزاف لأنها احترقات تيعطوها للناس لأنها رائعة لعلاج المس الشيطاني الناس اللي عندهم المس الشيطاني رائعة يوم الجمعة مع الأدان صلاة الدهر رائعة تأخذ مع القاركين في القناة خذها وديرها لأنها سبحان الله لها طاقة إيجابية تحلك بزافة الأبواب إلا عندك تعسير الزوج اللي تكون معطل على العمل الأم تبخره أو الزوجة دياله تبخره على نية إبطال النحس اللي عنده عنده طاقة سلبية إذن غادي ناخده المعاء وغادي ناخده وحد ربعات المعالق ديال العدس أو خمسة المعالق أو تاخدي الكمية اللي غادي تتبخري بها غادي تتبخري بها ثلاث أيام في أي وقت بغيتي ولكن حد دي الوقت اللي باتي تبخري به تبخري فيه بحال الظهر تبقى تبخر مع الظهر شي جيل بالفاضيفات وتحاول لأنك تدير المجمر غادي تدير المجمر لأنك غادي تبخري بالعدس والعدس غادي تبدأي الترتق الوقت ليتي بدي الترتق زي أنك تبدأي حيد هذيك الطاقة السلبية اللي عندك إذن غادي ناخد المعاء ناخد معلقة كبيرة وغادي نوضعها مع العدس إذا كان عندي الفاسوخ نضيفه ما عنديش الفاسوخ ما نديروش إذن غدين ناخد معلقة كبيرة ونعبرها ونخلطها مع هاد مع هادل العدس ياريتي لطلبتي من عندشي شخص رمزيان ما طلبتيش خودي من عند دكان يكون متقبل إلى القبلة إذن أشنو خاصني نقرأ له هادل العدس باش نحيد النحس غدينقرأ صورة الكوتر صورة الكوتر تقرأها سبع مرات وغدينتقرأ عليه صورة الواقعة صورة الواقعة تتحييد النحس وتتجلب للرزق والناس اللي معطالين على العمل غديني حاولوا أنهم يديروها على نية قرد النحس صورة الكوتر سبع مرات مع صورة الواقعة صورة الواقعة من أخطر من أخطر الصور اللي تتعطيقه رزق عمل سبحان الله لها طاقة إيجابية إذن غادي ناخد صورة الواقعة ونقرأها وننفت نقرأها وننفت على نية التسخير هذك الأمور اللي عندي عندي نتعسرة وغادي نقرأ آية الإبطال ما جئتم به السحر بنت فلانا. اللهم سخر لي الكوتر وصورة الواقعة. وبحق هذه الاية الشريفة ان تسخر لي اموري وتطرد عني النحس. اذا هذا الصغر الربانية لطرد التوابع وطرد النحس رائعة اكثر من رائعة. غير ديرها وتهنه من النحس. تحاولي انك تفتحي بابك دي الزواج. تحاولي انك تفتحي طاقة ايجابية للعمل. الزوج اللي تكون عنده طاقة سلبية ما محمولش او ما تبغيوش الزملاء دياله في العمل. دائما عنده نفور من الناس. تبخروا الزوجة دياله بهاد البخور دياللي عدسه للميعه الفاصوخ. اللي عنده الفاصوخ. اه يحاول انه يتبخوا في ماء ساقن. وان شاء الله يعوم به يوم الجمعة. مع ادن الاول او مع اه الادن الثاني. لما تبخرش به يعوم به. الفاصوخ هو من اقوى توصيخات اللي تبطلوا السحر. الناس هزاف اللي عندهم عندهم الفاصوخ ولكن تكون حجر او يكون خشب. كله بحل بحال. حاولوا انكم تحطوه في ماء ساقن. وغادي تبخوا جيدا وتصفيوا. ومن بعد دخلوا للدوش عادي جدا. غادي تغسلوا به من رأسكم حتى الرجلكم. ولكن هدك الماء يبقى على الجسد ديالك. هدك الماء خاصو يبقى على الجسد ديالك يوم بالكامل. ليلة كاملة ويوم كامل حتى يوم اخر. وغادي ان شاء الله تغتاز لي الدوش ديالك كامل. لان الفاصوخ خاصو يفوصخ لك اه هدك شي اللي عندك. يريد الناس اللي يحدهم البحر يمشيوا بهدك الماء اللي على الجسد ديالهم ويمشيوا عموا في البحر يلوحوا النحس ويلوحوا ذاك الطاقة طاقة مع ذاك الفاصوخ اللي عندهم غادي تلاحوا في الامواج غادي يعموا في الموجة الاولى ويقول اللهم ابطل عني جميع موانع ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. اللهم ابطل عني جميع الموانع. والرابعة والخامسة حتى السابعة. اذا انتي تتخشي تحت الموجة. وانتي تقولي اللهم ابطل عني جميع التوابع. اذا الناس اللي داروا الغسلة ديال الفاصوخ يحاولوا يبقوا بها. اذا احدهم البحر يحاولوا انهم يمشيوا يتشلوا في ماء البحر. اذا الناس اللي باغين هاد الوصفات من اقوى الوصفات الشعبية المغربية اللي كانوا الناس تديروها تنجيب عليكم تلعن لكم. ولكن الدعم يا احباب شفية المغربية قليل. حاولوا انكم ما تنسونش بليلايك. وحاولوا انكم تدعمونا. اه الناس اللي تنجوهم اه مسلا بخلع لتواحد باي تعليق. ولكن الدعم يا احبابي ما كانش. ولكن حاولوا تبرد اجيو هاد الفيديوهات لا يخليكم باش يشوفوهم الناس اللي محتاجين لهم. اذا احبابي. الى اجبكم الفيديو خلونا لايك. دعموا القناة. فعلوا الجرس. ابنوا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.